بعد إجراء تعديلات كثيرة صوت مجلس النواب على مشروع قانون الأسلحة ضمن ضوابط قانونية جديدة لتنظيم حمل وحيازة السلاح الناري للمواطن وعائديته تتلاؤم مع المعطيات الحالية والظروف الأمنية والحد من انتشاره بشكل عشوائي إضافة إلى تحديد عمر الشخص المخول بالحمل أو الحيازة هذا القانون تم تأجيله لأكثر من مرة ليس لأن هناك خلاف عليه بقد ما هو يراد منه التصويت على قانون لا يكون فيه قصور تشريعي بحيث ما نحتاج أنه بعد مدة انعدلة القانون ينظم التعامل مع السلاح وفق أطرد القانون والدستور بما معنى التعامل مع الأسلحة يكون بشكل قانوني وفهذا رح يحد من التعامل الغير قانوني بمسألة الأسلحة نواب عن لجنة الأمن والدفاع النيابي اعترضوا على المادة العشرين من مشروع القانون كونه أتاح للأجنبي الدخول إلى البلاد بسلاحه وعتاده وتسليمه إلى مركز الشرطة بوصل ومن حقه استعادته أما عضاء في لجنة الأقاليم والمحافظات فقالوا أن القانون سيسب حقوق المحافظ في إصدار إجازات السلاح وحصرها بالحكومة المركزية اليوم عندما يدخل العراقي إلى أي دولة هل بإمكانه أن يكون في حوزته سلاح؟ هنا السؤال بالتأكيد لا فكيف نسمح للآخر كأجنبي أن يدخل إلى العراق بسلاح ثم بعد ذلك نسمح له بأن يسلمه إلى مركز الشرطة بوصل ثم بعد ذلك نسمح له باسترداده من مركز الشرطة وهذه حقيقة استينات خاطئ سلطة الإصدار وزير الداخلية أو من يخوله لإصدار الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون قبل التصويت طلبت نقطة النظام لأن هذا إلغاء لدور المحافظ فإلغاء لدور المحافظ يعني إلغاء لا مركزية في الحقيقة وقررت هيئة الرئاسة تأجيل التصويت على مشروع قانون البرالامبية الوطنية بطلب من مقرر لجنة الرياضة وشباب النيابية بسبب عدم نضوج المشروع إضافة إلى حدوث خلل في النصاب القانوني تأجيل التصويت على مشروع قانون اللجنة البرالامبية بدعوة من رئيس اللجنة البرالامبية على أن هناك موجة اعتراضات من أهمها أنه لم تكن هناك جلسة استماع واحدة دعتها لجنة شباب الرياضة إلى اللجنة البرالامبية من أجل معالجة جملة من المواضيع العالقة فيما يخص مشروع القانون من داخل مجلس النوابي ببغداد زياد نهاد الحرة